أهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان اتكلمنا قبل كده ببرنامج الجدعان عن الخسائر اللي بيتعرض لها كل شركات الصناعات الغذائية من الشروط المكحفة لسلاسل السوبر ماركت في مقابل عرض منتجات هذه الشركات على فكرة الموضوع يمتد أيضاً إلى كثير من الصناعات التي تباع منتجتها في سلاسل السوبر ماركت دلوقتي مع حضراتكم هنشوف جزء من حادثنا عن هذه القضية اللي فجرناها في برنامج الجدعان وبعد ذلك لنا حديث مطول واسمحولي حضراتكم أستعرض بعض البنود المكحفة التي تأتي في عقود هذه الشركات الخاصة بالصناعات الغذائية وسلاسل السوبر ماركت أول حاجة حضرتك لما بيكون عندك منتج وبتقدمه لهذه السلاسل بيطبق على السعر اللي حضرتك بتحدده على منتجك اللي حضرتك صنعته خصف حوالي 29.5% يعني أي سعر حراك بتحطه يعني حطيت 10 جنيه فوراً بيتحول إلى 7 جنيه داخل السلسلة وبيقولك هذه الخصومات تندرج تحت بنود 18.5% خصم ثابت طبعاً محدش عارف ثابت على أي 1.5% خصم تحقيق المستهدف 2.5% استثمار المورد وأيضاً 2% استثمار المورد وبين كسين الإعلانات 1% بدأ الإعلانات معرفش إيه الفرق بينها وبين استثمار المورد اللي في نفس البند 0.5% رسوم دفع الإدارة المركزية 1% سوشيال ميديا 1% رسوم الولاء 1.5% خصف على المحقق بعد كده بيطلبوا كمان من صاحب المنشأة الغذائية تعيين 2 إلى 3 موظفين داخل سلسلة الهايبر ماركت وهو اللي بيتحمل مرتباتهم وحوافزهم وكمان بيدفع على كل واحد حوالي ألف جنيه عشان يطلع له بطاقة تعريف طبعاً هم بعد الخصم وتعيين موظفين على حساب شركات الصناعات الغذائية كمان بيطلبوا منهم حاجات غريبة جداً داخل العقود في حاجة اسمها رسوم افتتاح الفرق لو المكان ضخم يعني هايبر كبير جداً مساحته من 1200 ل7000 متر بيتطلب على كل منتج 32250 جنيه رسوم افتتاح يعني دي مبروك أو النقطة بتاعة كل شركة صناعات غذائية لأصحاب سلاسل السوبر ماركت عن الافتتاح هي اسمها رسوم الافتتاح ولو المساحة أكتر من 7000 متر يعني هايبر هايبر ماركت ده بقى بتدفع عليه 52 ألف جنيه نقطة الافتتاح أو مبروك من شركات الصناعات الغذائية أما بقى لو السلسلة هتفتح فرع صغير مساحته ما بين 1200 ل2000 متر يعني ماني هايبر ماركت مثلاً ده بياخد على الرسوم تصل إلى 27 ألف جنيه طبعاً ده ظلم جائر لأن كل مليم بيتدفع في هذه الرسوم لأي سبب بيضاف على المستهلك المصري شروط مفيش أغرب من كده والعجيب بالفعل أن جميع أصحاب سلاسل السوبر ماركت الوطنية كلمونا في برنامج الجدعان عدد كبير منهم وتبرأوا تماماً من هذه الشروط المكحفة بحقوق شركتنا الوطنية اللي بتصنع منتجات دباع في سلاسل السوبر ماركت خلي بال حضراتكم النهاردة سلاسل السوبر ماركت بيتبيع من الإبرة حتى الصاروخ يعني يمتد ضررها إلى جميع الصناعات الوطنية وليس فقط صناعات غذائية إذن إحنا محتاجين تدخل عاجل من وزارة التموين وزارة التجارة وزارة المالية كل وزارات الدولة مجلس الوزراء يجب أن يعقد اجتماعات فوراً لوضع أسعار عادلة لعرض هذه المنتجات في سلاسل السوبر ماركت ما ينفعش هذه السلاسل يبقى همها الربح فقط لابد من وضع معادلات سعرية عادلة لعرض هذه المنتجات في سلاسل السوبر ماركت حتى نضمن وصول السعر العادل إلى المستهلك وأيضاً عدم تعرض شركتنا الوطنية المنتجة لجميع المنتجات التي تعرض في سلاسل السوبر ماركت للخسائر الفدحة أنا أقول لحضراتكم حاجة وأنا واثق منها ولازم حضراتكم تبعارفين أن ما فيش منتج واحد بيعرض منتجاته في سلاسل السوبر ماركت وبيحقق أي ربح وخاصة السلاسل الأجنبية في مصر دي هدفها تحقيق أرباح بملايين الجنيهات وتحولها إلى الخارج فقط لا تفكر سوى في مصلحتها ولا تفكر في مصلحة المستهلك المصري أو في الصناعاتنا الوطنية وبالتالي يجب أن تتدخل الدولة وتضع شروط حاسمة لعرض هذه المنتجات يجب مراجعة جميع العقود التي يتم توقعها ما بين شركتنا الوطنية وما بين سلاسل السوبر ماركت لعرض المنتجات ما فيش حاجة اسمها إحنا بنخصم وخلاص ما فيش حاجة اسمها شروط مكحفة دي بلدنا إحنا اللي عارفين كيف يمكن أن نعرض منتجاتنا وكيف يمكن أن نحافظ على شركتنا الوطنية وخلي بال حضراتكم في بعض الدول الأوروبية لما حولت بعض سلاسل السوبر ماركت أن تفعل ذلك فرضت عليها الحكومات عرض سعر التوريد وسعر البيع للمستهلك يعني الكرت اللي موجود على المنتج بيبقى فيه سعرين السعر الخاص بالتوريد من المصنع والسعر الخاص بالبيع سيكون المستهلك هو الحكم على هذه السلاسل التجارية دي قضية شديدة الأهمية ومرة تانية لن نغلقها في برنامج الجدعان لحماية صناعتنا الوطنية خليكم معنا عشان نشوف فقراتنا أي النهاردة في برنامج الجدعان